حاليا انت رح تمر ببداية جديدة ممكن يكون ايضا مع شخص عم تفكر فيه ولكن في بداية جديدة رح تصير بينك وبين هالشخص في رحلة جديدة رح تمر فيها واذا انت خايف من العلاقة بينكم او خايف من الارتباط مع هالشخص او خايف ان الامور تكون بينكم جدية عم شوف انه بيحكي لك هون في حماية الهية للك او معك يعني الكون عم يحميك الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حاليا والوضع بينكم مش رح يكون عم شوف يعني في عم رح يكون في بينكم احتفالات رح يكون في بينكم حتى نوع من الصداقة لانه تتحكي عن فان تايمز او اوقات مريحة ففي بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي اكتر من ما هو جدي يعني في عندك بداية جديدة رح تصير رح تكون مليانة بالتفاعل فقط بدك تتمحل ورج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات هيري كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك انت برج القوس في حاليا عم تمر بتاستينج اريا او في فترة امتحانات او اختبارات سواء كان بشخصيتك سواء كان بعلاقتك سواء كان مع الحبيب ممكن تكون انت حاليا عرضة الى التمتيشنز ايضا او حاليا انت ممكن تكون عرضة الى اغراءات الحياة ايضا بدك تنتبه من العادات السيئة يعني ممكن تكون انت حاليا محوط بعادات سيئة سواء كانت من لست او شغف تجاه الشخص او اشياء يعني او علاقات جنسية او سواء كان من ادمان على مخادرات او اشياء مثل هيك بدك تنتبه من اي تمتيشنز او اي اغراءات لانه انت حاليا عم شوفك بمطرح محدود فيها الى انه اذا مش هيك الوضع بالنسبة للك في شخص بحياتك حاليا انت منجثب جسديا لانه بطريقة كتير عالية عم تحس انك مربوط فيه روحانيا عم تحس انكم مقيدين او مربوطين ببعض ولكن عم شوفك فيه نقطة او فيه وضع سارم او فيه قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه يعني فيه نقطة عندك هون في عندك الستيك هاي وعندك السيف هون يعني انت ماسكهم ومش مستعد تنازل عن قرار او عن اختيار انت اخترته عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية او كتير منطقية برغم المشاعر اللي انت عم تحس فيها عم شوفك الى انه عم تتخذ الطريق العقلاني او عم تتخذ طريق تحليل الامور اكتر لما انه تعتمد على العواطفك بالنسبة للحبيب او الشريك اللي عم تتعامل معه عم يحس انه نظلم لانه فيه عنده كون جاستس فهالشخص بده بالعلاقة يكون فيه توازن بالاخذ والعطاء وهو بيحس انه للبعض منكم اللي منفصليا هو بيحس انه ما كان فيه توازن بالاخذ والعطاء بالعلاقة هو اللي كان بيعطي اكتر بالعلاقة بيحس هيك فهو حاليا بفترة راحة او وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه عم شوف ايضا انه هو ممكن يكون اكبر منك بالسن فيه بينكم فرق بالسن ممكن يكون هو اكبر منك بالسن او ممكن انت بتحس انك ممكن تعتمد على هالشخص ايضا بمعنى انه بتحترم قراراته او بتحترم اراءه او هالشخص اثبت لك انه هو متوازن بياخذ القرارات او بيحلل ايضا القرارات بالطريقة منطقية فهو حاليا عم يشوف انه انظلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي بالنسبة لخطواتك انت بالمستقبل عم شوفك في عندك امنية بدي احكي على الابراج اللي عم تتعامل معها لانه دائما بنسى الابراج بركز على الطاقة اكتر من الابراج الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان ابراج هوائية ايضا في عندك برج الجوزع والغالبية ابراج هوائية ابراج مائية بس بتوقع هوائية لانه الميزان هوائي الجوزع هوائي فبتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوائي او في كتير طاقة هوائية عنده بالخارطة الفلكية بالنسبة لخطواتك بالمستقبل انت عم تشوف هالشخص عم تعتبره سول ميت او عم تعتبره رفيق درب ايضا بالمستقبل برج القوس رح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بين شخصين لانه the lovers بيحكي على سول ميت ولكن ايضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين او بين شيئين مثل two of pentacles الجوغلر فهالكارت بيشبهه انه بالمستقبل رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين او بين شخصين وانت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حاليا او عم تحاول تبعد عن هالطاقة عن هالانيرجي ما بدك تختار قرار حاليا ولكن عم شوفك عم تبعد عن اشي معين او بالمستقبل في نوع من الوش فوفيلمنت انت انت اوبتوميستيك عم شوفك انت متفائل اكتر بالوضع لانه عندك the sun card الطاقة the sun card بتشبه طاقة برج القوس كتير لانه برج القوس دائما متفائل سريع اذا صار اي اشي بسرعة 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 بتتعافى منه فطاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت يعني بدك تاخد صعب عليك انك تاخد قرار لانك بدك الامور تظل كتير عفوية ما بدك الامور تكون جدية وانك تاخد قرار بين شخصين او بين شيئين ايجي يعني كتير جدي بيحتاج طاقة كتير سعر ما منك عم شوفك لكن بدك تروح في طريق wish fulfillment او امنية بدك تحققها ممكن ايضا عم تتجاهل مشاعرك انت ممكن في المستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق اكتر من المشاعر يعني رح تبعد عن عرض حب او عن شخص اعتبرته امنية بحياتك او كان بدك توصل الو ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لانه بتحس انه صعب او صار فيه بينكم بلوك او صار فيه بينكم عائق كبير مش عارف انت تحلو هلا من نسبة لطاقة الحبيب او الشريك في المستقبل عم شوفه عنده امبيثي عنده تفاهم اكتر تحسر للوضع ولكن هالشخص ما بيحب يخسر بمعنى انت عم تتعامل مع شخص عنيد وبدو العدالة ممكن هالشخص بدو اعتذار منك ايضا لانه عندك five of swords فهالشخص متمسك برأيه ومش رح يتنازل عم شوفه هون ما بدو يتنازل عن رأيه لانه عم يحس انه اساسا من البداية انظلم باشي معين او انت ظلمتو او العلاقة بينكم ظلمتو عاطفيا فهو بيحس انه بدو نوع من الاعتذار او بدو عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا هالشخص يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكي معه على اي اشي اي كلمة بتحكيها هالشخص بيحللها كتير بيفكر فيها كتير وبيدرسها كتير طيب بدنا نشوف انت هل بتعت عن هالشخص يعني او بالمستقبل هال رح تقرر انك تبعد عن هالشخص فعلا او هل انت في طريقك الى هالشخص يعني كيف الكون مرتب لكل امور بدنا نشوف اول اشي او طيب همشوفك انت بدك وقت مستقطع همشوفك بدك فترة هدنة مع هالشخص في امشوفك بالفعل يعني بالمستقبل طاقتك لانه هون بيحكي لك سلو دون ذكرت النصيحة بالبداية بس حكينا كان فيها سلودان بدك تتمحل قبل ما تأخذ قرار فأنت بالفعل بدك تتمحل لا تأخذ قرار لأنه عندك فورة سوردز فترة أنت وهو بنفس الطاقة إذا بتركز نفس الكرت إجاكم بس هو حاليا بيها الطاقة يعني هو حاليا عم يستشفي بيها الطاقة أنت ممكن تكون مشغولة بإشياء حاليا بحياتك ولكن في المستقبل أنت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا يعني أنت اللي رح تستشفي أو بدك وقت مستقطع طيب بنا نشوف يعني بيّن أنه أنت بدك بريكون الوضع بدنا نشوف الحبيب هل ناوي يقوم بخطوة أو بالتواصل تجاهك أو شو هو العائق بينكم يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل أكتر بشكل عام فهالشخص بدو تواصل معك أم شوف وبدو بدايات جديدة معك ولكن أم شوف أنه البدايات الجديدة اللي هالشخص بدو إياها بدو تكون ملموسة يعني هالشخص عم شوفه ما بيحب الحكي أو بدو الإشي تكون منسقة يعني العلاقة بدو إياها تكون جدية بينكم عم شوف أيضا هو عم يحس بمنافسة كتير ممكن أنت تكون برجو قوس محوط أو حواليك أشخاص كتير أصدقاء كتير وهالشخص عم يحس أنه في منافسة بينه بين الأشخاص الأخرى لذلك هو استحب حاله من العلاقة عم شوف هون أو عم يحاول يبعد لأنه هالطاقة مش كتير بتعجبه أيضا بيشوف إنه الحكي دائما بينكم لأنه هاي ورقة التواصل ورقة كومينيكيشن فالحكي دائما بيشوف بينكم كل ما بيصير في بداية جديدة بيصير في بينكم مشاكل نزاع بالحكي مخاصمات مجادلات بالحكي بيشوفك هالشخص متهور بالحكي أو سريع بالحكي أو ما بتفكر كتير أو ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما بتحكي وإنت يعني برج ناري اللي بقلبك على لسانك بتحكيه على طول بما إنه هو مبين إنه برج هوائي فبيحب يحسب كل إشي قبل ما بيحكي فيه عم شوف إنه إنتو الاثنين روحانيا كتير متواصلين مع بعض ممكن ما يصير في بينكم حكي بالفترة القادمة إلى إنه عم شوفكم عم تستشفوا وهالشخص عم يحس إنه نظلم معك أو هو كان كتير جدي بالعلاقة وإنت كنت عفوي مثلا لأنه مبين إنه فيه أوراق مختلفة بينكم أوراقك أصغر من أوراقه فهالشخص أيضا عنده تخوف من إنه يقوم بأي خطوة أو يصير في بينكم أي تواصل لأنه دائما كل بداية جديدة بيصير فيها كونفلكت وبيصير فيها تتش بالتواصل فأنتو في عندكم عدم تفاهم أم شوف في عندكم عدم تفاهم كتير كبير فبيحتاج إلى مرونة من برج القوس بيحتاج منك إنك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين يعني مش فقط أي إشي بتحسه بتحكيه على طول يعني ممكن إشيه أنت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الآخر أو تحسس منها الطرف الآخر وعم شوف الطرف الآخر بيحتاج إنه يكون منفتح أكتر بدل من طاقة الهدوء أو عدم الحكي بدل يعبر أكتر فعم شوف إنه بالمستقبل أفضل إشي الطاقة المشتركة بينكم أفضل إشي اللي ممكن تساوه حاليا في المستقبل إنه تركز كتير على تواصل بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص تنتبه على نوعية الحديث أو الحكي اللي بتحكيها مع هالشخص لأنه القنفلكت بينكم أو النزاع بينكم أو الأمور الصعبة بينكم لأنه في عندكم كتير عدم تفاهم من ناحية الحديث أو من ناحية الحكي عاطفيا كتير قريبين من بعض روحانيا كتير متصلين ببعض بس عقليا بالحكي بالتفاهم العقلي كتير في بينكم صدان تصادم في كتير بينكم تصادم فأفضل حل بالمستقبل إذا صار بينك وبين هالشخص لقاء أو حديث لأنه مبين إنه أنت بدك معه بداية جديدة وهو أيضا بده بداية جديدة ولكن دائما تنتهي بنزاع أو بكونفلكت فهو خايف إنه يتخذ قراره فالأفضل إنه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص حبايبي برج القوس بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومون اشتركوا في القناة